السلام عليكم دعاني اليوم شرح لكم طريقة تغيير الرمز السري في لعبة البوبجي في حالة ان احنا دخلنا باليميل ولا دخلنا بالرقم الجوال طبعا هنا كما تشاهدون عندي ايش مكتوب اذا جينا في الاعدادات ورحت لعند التحكم هنا الحساب هنا عندي الحساب هنا عندي في التحكم هنا ما في تغيير كلمة المرر هنا فقط لازم نتاكن لما كنت داخل برقم الجوال ولا باليميل استطيع تغيير الرمز من هنا ما في تغيير طب كيف بقوم بتغييرها بقوم بتسجيل الخروج من هنا لازم اكون حافظ مثلا هنا كما تشاهدون تسجيل الخروج من جميع الجزاء لازم اتاكن هنا عشان يخرج من كل الجزاء بعدين اعمل هنا حسنا هنا لما جاي سجل دخول مرة ثانية بدخل هنا باليميل ولا برقم الجوال هنا كما تشاهدون لازم اتركز هنا عندي في الايميل اذا كنت باليميل بضغط هذه واذا كنت برقم الجوال لنفس المكان هنا هنا بحط رقم الجوال وبعدين من هنا اعمل نسيت ما بدخل الرمز لاني انا عارفة الرمز بس بعمل هنا نسيت اذا عملت نسيت خلاص هنا بحط رقم الجوال طبعا رقم الجوال لازم يكون مكتوب كتابة بعدين من هنا بعمل السلام رمز اذا عملت السلام رمز ياما تجيني رسالة نصية ياما يرسلوا له في في الواتساب. هنا كما تشاهدون بعمل استلام الرمز. بعدها تجيني الصورة هذه عشان التحقق. حين كما تشاهدون جانك سمن. جتني رسالة هنا في الواتساب فيها الكود. كما تشاهدون هذا هو الكود. يعني اما يجيني في الواتساب. يعني اما يجيني برسالة نصية. لازم اكتبه كتابة لانه هنا ما يقبل. حين كما تشاهدون بعدما عملت استلام الرمز جاني الرمز. استخلته هنا. بعدين هنا تحت بكتب كلمة المرور. واقوم باعادتها هنا. بعدين اعمل حسنا. غير عندي كلمة المرور. طبعا لازم كلمة المرور لما اغيرها. ما احاول غيرها في نفس الوقت عدة مرات. لان لما احاول اغيرها في عدة مرات في نفس الوقت. النظام يحسب انه بمحاولة اختراق وجمد الحساب. خلاص الان كده تم التغيير. اخرج من المكان هنا. بعدين ارجعني الى نفس المكان هنا. اضع نفس الوقت المرور التي اضعتها قبل قليل. اعمل تسجيل دخول. اضع نفس كلمة السر الجديدة. اضع نفس كلمة السر الجديدة. اضع تسجيل دخول. اضع نفس المرور بنجاح. واكتم تغيير كلمة المرور بنجاح. طبعا البريد الالكتروني نفس الشي. اضخل بدل الرقم الجوال. اضخل البريد الالكتروني. واعمل نسيت. اذا عملت نسيت جيني رسالة بتحقق على الاميل. اضخلها هنا. في نفس المكان ذي موجود فيها. واعمل تغيير كلمة المرور على طول مباشرة النفس الشي.